سلام عليكم و اهلا بكم من جديد. نرد ان شاء الله معنا صيانة جديدة في لكتوب من شركة اتش بي. المولير الخاص بالموازر برده نفسها دي سبعمية واربعة بي. ومشكلة اللي موجودة معنا هنجاز فاصل باور اه بشكل كامل. وزي ما احنا متعودين قبل ما نبتد ان احنا نوصل بتاعتنا على البرس بلاي ناخد كل ممنعات الرئيسية. وطبعا هنعمل الكلام ده ولكن طبعا بعد ما اسمي لكم تشريح الخاص بالموازر بورد. بعد لما شفنا التشريح الخاص بالموازر بورد خلونا نبتد بقى ناخد الاجازات بتاعتنا. هنجيب طبعا واضح. وهنبتدي بكويلات الثلاثة والخمسة فولت. زي ما احنا شايفين موجودين عندي في المنطقة دي. نبتدي بتاعتنا موجود عندي على الكل ده خمسة فولت. ومنع بتاعتي بالكيلو اوم سليمة. هنا تلاتة اوية تلاتة من عشرة. ومنع بتاعتي برضو بالكيلو اوم آآ سليمة. الكويل اللي جنبهم دوت هو الكويل الواحد واتنين من عشرة الخاص بي الرمات. ومنع فوق الميتين هتكون طبيعية بالنسبة لنا. ميتين اوم طبعا. تقريبا حوالي ربعمية آآ اوم. وطبعا الكلام ده معناه ان الريل ده متواصل مع خاص بي المعالج بشكل مباشر. ولكن طبعا لو آآ ما فيش اتصال او فيه فصل عن طريق اموس في الترانزستور او سويتش. الممانعة بتاعتي هتكون آآ بي الكيلو اوم وده تعتبر ايمت الممانعة الطبيعية بالنسبة لي. خلونا نبتدي بعد كده ناخد الكويل اللي موجود هنا ده. ده خاص بي الواحد وثمانية من العشرة. مفروض او متوقع اننا عليها ممانعة بي الكيلو اوم. بس فعلا ممانعة بتاعتي بي الكيلو اوم. عندي كمان الكويل الصغير اللي موجود فيه المنطقة دي. ده الكويل الخاص بي الاتنين ونص. خط الفي بي بي خاص بالرمات. ممانعة برضو مفروض تكون بي الكيلو اوم. وفعليا الممانعة بتاعتي بالكيلو اوم سليمة بدون اي مشاكل. الكويل ده خاص بالشح. خلونا برضو ناخد الممانعة بتاعته. طبيعية طبعا بتكون بالكيلو اوم او بالميجا اوم. كل ممانعة دي سليمة معايا. تمانية ويتمانية من عشرة وتزيد معايا بالميجا اوم. عندي ده خاص بآآ البي سي اتش. اربعة وسبعين اوم ممنعة سليمة. هنا البي سي اس اي اي. واحد وعشرين تلاتة من عشرة سليمة. عندي هنا البي سي سي آآ جي تي. او هنا الكور وهنا البي سي سي جي تي. فلو ناخد ممانعة الكور. تسعة وسبعة من عشرة. والبي سي سي آآ جي تي حضاشر وتلاتة من عشرة. برضو ايام طبيعية بالنسبة لنا فاش اي مشكلة. عندي هنا شريحة البايز. ناخد ممانعة البن رقم تمانية. البي سي سي. وممانعة بتاعتي بالكيلو اوم سليمة. شانت ريزيستور رئاسية او المين شانت ريزيستور هللاقيها في الجهة التانية من المازر بورد. خلونا كده نقلب البوردة. ودي الشانت ريزيستور بتاعتنا. ناخد الممانعة بتاعتها. والممانعة بتاعتنا بالميجا اوم. وبالتالي كل الممانعات سليمة. وده طبعا آآ يخلينا نركب المازر بورد على البورد سبلاي بدون ما نكون الانين في شورت على المازر بورد. طيب هنبدأ دلوقتي نوصل بتاعنا. وطبعا سحبت حوالي ميتين آآ ميلي امبير. وبعد كده فصل التاني. خلونا كمعين نركب بريسل باور. ونحاول مع بريسل باور. طبعا بضغط بريسل باور ما فيش اي استجابة عندي نهائيا بالنسبة للبورد. تمام? طيب خلونا نبتدي بقى ناخد الفولتيات بتاعتنا. نشوف هل في اي فولتيات متوفرة معي ولا لأ? عندي بس وضع ونبتدي به الخمسة وتلاتة وتلاتة. هنا الخمسة بولت وزيرو. وعندي هنا تلاتة وتلاتة. زيرو. بالنسبة لشريح نفسها. خلونا كده نشوف على البن رقم تمانية في تلاتة وتلاتة ولا لأ. وتلاتة وتلاتة زيرو. طيب بالنسبة لي بريسل باور. انا مفتحتش الاسكماتيك اللي عندي الوقتي ولكن بريسل باور عندي بيتكون من اربع بنات. خلونا كده ناخد الاياس عليهم. هم الكل. على امل الحصول على تلاتة وتلاتة من عشرة. على سبيل المسال بن رقم واحد. ما فيش. البن رقم اتنين. ما فيش. البن رقم تلاتة. ما فيش. وآخر بن بن رقم اربعة زيرو فولت. الكلام ده معناه ان ما فيش اي باور عندي على البورد. طب هل خط المين بالنسبة لي موجود عليه اي فولتية? خلونا على سبيل المسال المسفتات بتاعة دائرة الباور موجودة النحية التانية. من المازر بورد. انا بس نتأكد ان خط المين بتاعي موجود عليه فولتية. حتى ممكن ناخدها من على ولكن خلونا نشوف الباور ده واصل آآ لعند عايسي الباور ولا لا. او الفولت المين بتاعي اللي هو تمنتاشر او تسعتاشر بولت واصلين لعند المين بتاعي. ولا اعتقد ان هي ممكن تكون على المكسفات دي. ممكن تكون النقطة دي جراوند. خلونا ناخد الاشعارة التانية او الطرف التاني. وتعتاشر فولت موجودة. فايزا انا تسعتاشر فولت موجودة معي وسارية في المازر بورد ولكن انا ما فيش اي فولتية عندي بحيث ان المازر بورد تبدأ منها حتى فولتيات آآ هنبتدي دلوقتي نروح على الاسكماتيك ونشوف اهم الاشارات الخاصة تمام? طيب خلونا دلوقتي نروح للمخطط بتاعنا ونكتب بيو اتنين فيه عشان نوصل بس ده اي سي الشح ومعينا دروقتي اللي هو الرقم بتاعه ارتي اتنين وتمانين تلاتة واربين ايه ده الرقم بتاعه على الاسكماتيك ولكن طبعا فعلا على المازر بورد هنلاقي الرقم بتاعه مختلف ويمتكود بالاكواد الخاصة بشركة المعروفة بالنسبة للجميع تمام? طيب على اي حال خلونا نبتدي ناخد الاشارات بتاعتنا او نشوف الاشارات بتاعتنا اللي احنا نحتاجها. اول حاجة عندي على البن رقم حداشر ده التفزيز الرئيسي ده بيجي من فولتية المين وبالتالي مفترض يكون عليه آآ حوالي ساعتاشر بلت. عندي هنا علبية الدي او بتفعل بينات الدي او على البن رقم اربعتاشر وخمستاشر على اربعتاشر مفروض خمسة بولت اوت وخمستاشر وتلاتة وتلاتة من عشرة بولت اوت لما بيتفعل معي البين رقم اتناشر اللي هي تمام? عندي فيه بنا اسمها اللي هي ودي فعاليا فعاليا بتحدد للوضع اللي هيشتغل عليها لان ده بيجي لي بآ اتنين مود عندي مود الدي ام اللي هو ومود الالترا سونيك والكلام ده ممكن ان شاء الله بيزنان اتكلم عليه بالتفصيل ولكن طبعا آآ البنة دي خاصة بتفعيل الاوضاع اللي هيشتغل عليها بالنسبة لي آآ او الكنوات الرأسية تمام? عندي برضو في بنات التفعيل اللي هي وطبعا الكلام ده كله شرح نوع قبل كده بالتفصيل تمام? هنتدى ناخد بس اهم حاجة الاياسات بتاعتنا عندي عندي الدي او فايف الدي او سري وآآ نشوف الوضع اللي موجود عليه على البنة رقم تلاتاشر لو تتبعنا البنة دي كده. مفروض ان المقاومة دي مش موجودة. وآآ شرط التفعيل بتاعتها بتجيلي من على البنة اللي هي وتحديدا قلبا بتجيلي البنة دي من آآ خلال السوبرا يوو. البنة دي بتكون مفروض على حسب الداتاشيت ايما تتبعها آآ بي تلاتة وتلاتة من عشرة فولت او خمسة فولت. وعشان تحدد الوضع اللي هيشتغل عليه. ولكن لو وصلتها فيها بتعمل لي بتاعتي تمام? وهي المفروض متفعالة معي بشكل تلقائي ولكن لو احتاجت ان انا اتبع الاشارات بتاعتها. خلونا كده نشوف الاشارات دي جاية منين? والاشارات بتاعتي مفروض ان هي كده متفعالة بشكل تلقائي مش هحتاج حتى ان انا اه اشوف هم او اخد الياسات بتاعتهم لان مفروض الاشارات دي بتفعلي القنوات بتاعتي بآ شكل تلقائي تمام? هنبتدي دلوقتي تحت الميكروسكوب ناخد اهم الاشارات ونتبع الاشارات اللي هيكون فيها مشكلة معي تمام? طيب خلونا دلوقتي نبتدي ناخد الياسات بتاعتنا. هنشغل وازا ما احنا ملاحظين برضو في البداية خالص بيسحب حوالي ميتين ميلي امبير وبعد كده بيرجع يفصل. على اي حال خلونا نبتدي ناخد الياسات بتاعتنا على التغذية بتجيه لعلى البنة دي نده ناخدها من على المكسف. وازا ما احنا شايفين ثمانتاشر فولت ولكن خلونا بس نزبط وربي الافو. ثمانتاشر فولت. بنت بتجيه لي على البنة اللي بعدها مباشرة اربعة وي تلاتة من عشرة وبالتالي المفروض يخرج معي الديو اطراف الديو. اطراف الديو على البنة رقم اربعتاشر وخمستاشر وبالتالي هنا احتاشر اتناشر تلاتاتاشر اربعتاشر خمستاشر. ادي اربعتاشر. زيرو فولت وخمستاشر برضو زيرو فولت معي. تمام? طيب خلونا نفس البارتسة بلاي دلوقتي ونبتدي ان احنا ناخد ممانعة البنة دي لان المفروض دلوقتي في الوقت الحالي ان بتاعي اتحقق له شروط اه ان هو يخرج معي اه فولتوات الديو. ولكن اه الفولتوات ما طلقتش معي فعليا انت. نبتدي ناخد الممانعات بتاعتنا. على البنة رقم اربعتاشر. اه انا هكذا عندي في مشكلة على البن دي او الطرف ده. خمسة وتلاتة من عشرة اوم. والبن رقم خمستاشر. برضو الممانعة بتاعتي منخفضة. يعني احتاشر واربعة من عشرة وبنزيد معي. ولكن المفروض الممانعة الطبيعية على البنات دي. المفروض ان هي بتكون اه با الكيلو اوم تمام? طيب هنبتدي دلوقتي نحقن فولت وانا اخترت الخط اللي هو كان فيه ممانعة اقل اللي هو على البنة رقم اربعة عشر. هنبتدي ان احنا نحقن على سبيل مسال واحد فولت. وساحب مية وتلاتة ميلي امبير. خلونا نشوف الحرارة على اجزاء. يعني على الجنب ده مفيش غير المنطقة دي. والمنطقة دي معدن. والمعدن طبعا على الكاميرا الحارية. كمان المنطقة دي معدن على الكاميرا الحارية يدلي معي الشكل اللي احنا شايفينه ده. فانا نقبل على الجهة التانية. وتحديدا ناحية ان انا شاكك ان اي سي الباور بنسبة كبيرة جدا ممكن يسخن معي. وفعليا اي سي الباور هو اللي بيسخن معي. خلونا بس كده نجيب حاجة نعلم عليها. وزي ما احنا شايفين احنا في المنطقة دي. والمنطقة دي تحديدا هي منطقة الباور هو اللي بيسخن معي. خلونا نمتدى ان احنا نبدل ده ونرجع ناخد الممانعات بتاعتنا مرة تانية. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب بعد ما غيرنا اي سي الباور اخدنا الممانعات بدأتنا لقناها في النطقات والحدود الطبيعية. خلونا كده نوصل ونشغل. والسحب ده هو السحب الطبيعي اللي احنا محتاجينه ستة ميلي امبير. كمان انا في عندي ملاحز ان انا الليد الخاص بعملية الشحن بدأ ان هو هيشتغل معايا. فقبل كده الليد ده ما كانش بيشتغل. خلونا طيب نبتدى ان احنا نجرب. نركب ونشوف هل في اي نتيجة اجابية ولا لأ. وزي ما احنا شايفين كده الحمد لله جهاز اشتغل معايا. تمام? طيب خلونا نبتدى ان احنا نركبها تسطر الرمات. وكمان تسطر اليو اس بي. وين نجيب رامة بس نركبها. وين نبتدى ان احنا نشغل. الحمد لله في عندي على الاس بي دي بالنسبة لتسطر الرمات. ده ما احنا شايفين. ننتظر بس ظهور الداتا. جهاز فصل باور معايا. اعتقد انه حصل شورت على فلاتر باور لما لمست السينك. وزي ما احنا سمعنا كده الحمد لله الجهاز اشتغل باور معايا بدون اي مشاكل. طبعا النقطة بتاعنا سهل وبسيط. يعني مش محتاج او ممكن حتى حلو الوط باكتر من طريقة. ممكن لو مش عندك الكاميرا حرية تبتدى ان انت تشيل نقاط البي جي بي اه على الخطوط اللي كان عليها شورت وبالتالي تقدر تحدد او تحجم حجم الشورت بتاعك وتشوف هل الشورت ده من اي سي باور ولا من المنطقة اللي بيروح لها البولت ده. والموضوع زي ما احنا شفنا كده باستخدام الكاميرا حرية باوقر عنا الوقت الموجود والموضوع سهل وبسيط. وبكده نكون وصلنا لي نهاية الفيديو النهاردة ويا ريت ما ننساش اهلنا في غزة من وتدر ут تقدره نحن طریقات وليش نحن اشترك الاموضوع وليش نحن حرية تحجزن لقي باور ولا من المتخضر وليش نحن تحجزن لقي باور اي شوتيات طريقة